عسلك مجد على موقف أحمد حجازي وطريق حامل هل هم مستمرين مع نادي الاتحاد ولا ممكن يبقى اليوم خطوات بعد هذا الموسم؟ أحمد حجازي قائد التاريخي الاتحاد يعني جمهور الاتحاد قائد تاريخي أنا ما شفتش جمهير الاتحاد متعلقة بمحترف قد ما هي متعلقة بأحمد حجازي أحمد حجازي مدافع وقائد الفريق وكمان نجم سوبرستار فكرة أنه يبقى مدافع هو نجم الشباك الأول في الفريق دي حاجة حالة ندرة أحمد حجازي قدر يخلق الحالة دي أنت طبعا عارف ومتابع أحمد حجازي إزاي بيلعب بروح عالية كبيرة جدا وهناك في صخب جمهيري رهيب جمهير الاتحاد ما بتفوتش مطش كل المطشات تقريبا الجمهور الأكثر حضورا في الموسم الحالي في الكرة السعودية كل ده عامل قيمة كبيرة لأحمد حجازي وهو نفسه مبدلهم نفس الموضوع بأداءه في الملعب وكمان جدد عقده مؤخرا فهو مستمر ما فيش أي مشكلة بالنسبة لطارق حامد طارق حامد عاده سنتين الموسم ده بيخلص فيه موسم تاني يمكن بقاءه مش مؤكد لسبب واحد لأن الاتحاد بيتطلع أنه يعقد صفقات قوية جدا خصوصا أنه فيه دعم قادم من وزارة المالية أنه كل فريق هيكون ليه لعب عالمي زي ما ميسا يروح الهلال وورنالدو راح النص الاتحاد فيه كلام على دمارية وفيه كلام على لعيبة كتير جدا ممكن تكون موجودة عالمية في الدور السعودي لفترة الجاية فأعتقد موقف طارق حامد مش واضح في حالة تعاقد مع لاعب مميز في خط النص ممكن طارق حامد ما يكملش ما يكونش الموسم الجامع على الاتحاد لكن أحمد حجازي أكيد هكون مع الاتحاد